كان عند هذا الرجل الجارية تسممه كل يوم مدى حياته كانت كل يوم تسممه ولا يضر هذا السم أبدا شبيه إبراهيم عليه السلام رجل من أمة محمد كان معروف بهذا الاسم مو من الصحابة حتى كان من التابعين أول ما شفوه الصحابة قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحتضن وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل شبيه إبراهيم عليه السلام كان عابد من العبان وزاهد في الدنيا كان هذا الرجل يصلي فوق ثلاثمية ركعة بتسليمة واحدة لهذا الرجل قصة مع النار عجيبة جدا واللي رح نحكيها بإذن الله في قصة اليوم منذ من طول بسم الله نبدأ بعد ما دخل الإسلام إلى اليمن وصار أغلبية أهل اليمن مسلمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى اليمن عشان يعلمون أهل اليمن الإسلام وكانوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما بس قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات بسيطة كان في اليمن قبيلة اسمها قبيلة مذحجة طبعا قبيلة مذحج قبيلة كبيرة جدا كانت من القبائل المسيطرة في اليمن وكان في أحضان هذه القبيلة رجل غريب جدا كان اسم هذا الرجل الأسود العنسي ما كان هذا الرجل إنسان عادي فكان هذا الرجل زاحر كبير جدا حتى إن لهذا الرجل مارد يمشي معاه يمشي معاه وين ما يروح كان اسم هذا المارد الملك وكان هذا الرجل مقنع دائما يتلثم وما يحب أن يطلع وجهه وكان هذا الساحر يحب الخمر ويكره الإسلام والفرس يكره بأن الإسلام دخل إلى اليمن طبعا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مدعين للنبوة كثيرة في القبائل بعد ما شافت نجاح النبي صلى الله عليه وسلم صار الوضع بين القبائل مثل الموضة فأي واحد يطلع في القبيلة مدعي للنبوة تبدأ قبيلتها تعظم فيه وهذا اللي صار مع الأسود العنسي فأول ما خرج هذا الرجل العجيب بينهم قاموا أهل مدحج يكبرون ويعظمون فيه وينشرون بأنه هو نبيه وامتد حكم هذا الرجل وزادوا أتباعه زادوا أتباعه بشكل مرعب جدا طبعا الصحابة كانوا لا زالوا ينشرون الإسلام في اليمن وكانوا يجمعون الزكاة من تجار أهل اليمن ويعطونها للفقرة إلين جتهم رسالة من الأسود العنسي أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا وامسكوا ما جمعتم فنحن أولى بها يكسد بها الزكاة وأنتم على ما أنتم علي بعد الرسالة هذه زاد الضغط على الصحابة رضي الله عنهم إلى درجة أن الصحابة ما قدروا يجلسون في اليمن صار عليهم أذية قوية فجلسوا وراهم إلين طردوهم من اليمن امتد حكم الأسود العنسي هذا حتى استولى من صنعاء إلى نجران وكانوا في بعض القبائل لا زالت على الإسلام وما دخلت على دين هذا الرجل أصلا ما كان لا دين كان دينه تشرب خمر زيادة تروح الجنة كان سكير يعني ومن هذه القبائل اللي كانت لا زالت على الإسلام ولا زالت تحاربه قبيلة خولان وكانت هذه القبيلة حتى هي قبيلة جدا ضخمة وكان من قبيلة خولان رجل عابد من العبادة كان اسمه عبدالله بن ثوب ويكن بأبو مسلم الخولان اجتمعوا أهل اليمن مسلم وكافر على حب هذا الرجل كان رجل زاهد في الدنيا وعابد من العبادة حتى إن في رجلين شافوه يصلي فوق 300 ركح كانوا ينتظرون أنهم يسولفون عليه فانتظروا حتى أخلص 300 ركعة بتسليمه واحدة طبعا سمعة هذا الرجل الطيبة انتشرت وكان مسلم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعد ما اجتمع أهل اليمن كلهم على حب هذا الرجل عرف عنه الأسود العنسي قال لا 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 ما يصير أن هذا الرجل يأخذ السمعة هذه إلين أعرف من هو أرسل ناس من حاشيتها قال لهم جيبوا لي إياه ولا تقتلونها أنا بأتكلم مع هذا الرجل لعلي أقنع بأني أنا رسول من الله فأتباعها ذولة يتبعوني أنا فأكسب الجميع فعليا راحوا الحاشية هذوله ومسكوه وكتفوه بالقوة جره جره إلين كرسي الأسود العنسي فطالع فيه الأسود العنسي بالسهزاء وقال أنت أبو مسلم قال أبو مسلم نعم أنا أبو مسلم قال إيه سمعت بأنكم تشهدون بأن محمد رسول الله قال أبو مسلم نعم نحن نشهد بأن محمد رسول الله قال وأنت قال أنا أشهد بأن محمد رسول الله قال إيه قال طيب تشهد بأني أنا رسول الله ولا لا ناظر فيها ابو مسلم بنظرة استهزائية وقال ها ما اسمعك والله اش قلت عيد كلامك ان في اذني صمم فطالع الاسود العنسي في حاشية يستهزي بي ذا ولا وش قال له هل تؤمن بان محمد رسول الله قال نعم اشهد بان محمد رسول الله تشهد باني انا الاسود العنسي رسول الله ولا لا قال يولي اذني دي مادريش فيها اعتقد في اذني صمم جلس يمرمط فيه بهذه الحركة يلين عصب الاسود وقام لحاشيته وقال جمعوا الناس اليوم انا بخلي يشهد باني رسول جمعوا الناس كلهم من كل مكان وقاموا حاشيته وراحوا لكل بيت يطقون على كل بيت يقولوا لهم تجمعوا الاسود العنسي يبقى يوم شاف الاسود العنسي الناس تجمعوا زي كده امر بكوب من الخمر وجلس عند اذن ابو مسلم الخلال يقول لها اسمعوا لو ما امنت باني رسول الله صدقني بتندم في رد علي ابو مسلم الخلال يقول يا اخي اذني هذي انا اقول لك تعبانة ما اسمعك في اذني صمم فعصب زيادة الاسود العنسي ويقول لها ترك بتندم ناظر فيها ابو مسلم الخلال يقول لها افعل ما تجاء افعل ما انت فاعل طيب 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 دام الوضع زي كده انا اوريك فامر حاشيته بانهم يجمعون حطب كثير فجمعوا من الحطب الكثير جدا لدرجة ان جدع الشجرة الواحد يشلها اكثر من واحد من كبرى الخشب يشلونه مجموحات فراكم الخشب هذا فوق بحث كل هذا وابو مسلم الخلال مربوط ويطالع في هذا المنظر طالع الاسود العنسي وامر بالمنجنيق جابوا المنجنيق الكبير اضخم منجنيق موجود حين نزل الاسود العنسي عند اذن ابو مسلم الخولاني قال ها تؤمن الحين ولا لا قال لي اخي ما قلت لك ان في اذني صمم انا ما اسمع قال ايه انا وريك الصمم الحين امر حاشيته بانهم يجمعون كل شخص يشهد بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كل اللي يحبون ابو مسلم الخولاني من المسلمين ناداهم وجمعهم حشود كبيرة وكلهم تجمعوا شافوا هذا الحطب وشافوا المنجنيق وشافوا مدرسهم ومعلمهم ابو مسلم مربوط عند هذا المنجنيق منجنيق وحطب وابو مسلم الخولاني مربوط فهموا ايش اللي رح يصير فامر الاسود العنسي بانهم يشعلون النار وقاموا الجنود يرمون النار بالمنجنيق حتى اشتعلت نار كبيرة جدا من حرارة هذه النار وخروا الجميع كلهم نار ضخمة جدا الى درجة ان الطيور اذا مرت من فوق هذه النار يسقط الطير في الارضة اتباح ابو مسلم الخولاني على أعصابهما يناظرون في هذه النار الكبيرة فوقف الأسود العنسي على من بر وقال إن كان داعيتكم هذا ومعلمكم هذا على حق فخلوا ربكم هذا يفيد وينجيه أما إذا مات فمصير كل شخص يتبع هذا الرجل كمصيره هو كل رجل يتبع أبو مسلم سيلقى في النار قاموا الحاشية وربطوا أبو مسلم الخولاني في هذا المنجنين وكانوا الحاشية يسمعون تمتمة أبو مسلم الخولاني بذكر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله طول الوقت وفي هذه اللحظة حاولوا بعض المسلمين أنهم يهربون من هذا الموقف يهرب ويندس في بيته لكن جنود الأسود العنسي حوطوا حول الحشود كلها عشان يتأكدون أن ما في أي أحد يهرب فجأة في آخر لحظة جلس الأسود العنسي عند راس أبو مسلم الخولاني وقال لها تؤمن خلاص ما معك إلا أنك يا تؤمن يا تحرق يلا أنا ما أقول لك إن في إذني صمم أنا لا أسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وخاتم الأنبياء افعل ما أنت فعل قام الأسود العنسي وأشر بيده فرمي بالمنجنيق في النار والناس يصرخون من الفجح وسمعوا جسده وهو يهبط في نص النار فقاموا الناس ما تحاملوا يبكوا قاموا المسلمين يبكون على أبو مسلم الخولاني المنظر جدا مؤلم انتظر الأسود العنسي شويتين وقامي صارخ في الناس ألا ترون يا قوم؟ ألا ترون ما فعل بالرجل؟ نعم هذا مصير كل رجل منكم لا يؤمن بأني رسول أخبروني من سينجيه الآن من سينفعه؟ نار تحرق أنا الأسود العنسي وأنا رسول مرسل بس فجأة إلا بداخل النار تسبيع وتعليل لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله فالتفتوا كلهم في النار الجميع التفت في النار وهذه الأصوات تخرج من هذه النار الضخمة ناظر الأسود العنسي وناظر المسلمين كلهم وبدأ المسلمين يستغفرون ويهللون ويكبرون فجأة إلا ويخرج من النار أبو مسلم الخولاني وهو يمشي على الجمر ويسبح ويهلل ويستغفر الله وقاموا المسلمين كلهم يكبرون ويستغفرون الكل انصدم من هذا الموقف الحبال اللي كان مربط فيها أبو مسلم الخولاني تفككت انأكلت من النار بس ما أصابه شيء أبدا فماشى أبو مسلم الخولاني إليه وصل أمام الأسود العنسي وهو يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا هنا خاف الأسود العنسي إن الناس ترتد عن دينها وإنهم ينقلبون ضده وكلهم يسلمون فقاموا لم حاشيته ومشى واشترط على حاشيته إن الأمر يبقى بينهم وبينه فقط وأرسل إلى أبو مسلم الخولاني إنه ما راح يسوي له شيء بس أهم شيء يأخذ المسلمين ويهاجر يخرج من اليمن فخرج أبو مسلم الخولاني من اليمن وهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بس ما وصل أبو مسلم الخولاني إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقتها خلافة أبو بكر فوصل أبو مسلم الخولاني وأناخ بعيرا ودخل إلى المسجد عشان يصلي وكان عمر بن الخطاب يصلي في المسجد فناظر في هذا الرجل الغريب من وين جعله؟ فقام عمر رضي الله عنه عشان يسأله فقال ممن الرجل؟ من وين أنت؟ قال مين اليمن؟ قال آه من اليمن ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال أبو مسلم ذلك عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني؟ ما حاب أبو مسلم الخولاني إنه يقول إنه هو فحس عمر بن الخطاب إنه هو فسأله بالله قال أناشدك بالله أأنته حين انحشر أبو مسلم الخولاني فقال اللهم نعم فناظر في عمر بن الخطاب واعتنق وبكى جلس يبكي عمر بن الخطاب وهو معتنق فأخذ بيده ما شابه إلين أبو بكر رضي الله عنه كان الخليفة في ذاك الوقت فقال عمر بن الخطاب هذا أبو مسلم الخولاني فقال أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل فلقب أبو مسلم الخولاني من بعدها بشبيه إبراهيم عليه السلام وعرف بأنه من أولياء الله سبحانه وتعالى ومن الزاهدين في الدنيا فبعد فترة طويلة جات جارية كان يملكها أبو مسلم الخولاني كانت تاكرها جدا فراحت إلين وصلت عند أبو مسلم الخولاني وقالت لها أنا طول عيشتي معاك وأنا أحط لك السم في الأكل فما أشوفها ضرك أبدا كل يوم أحط لك ولا يضرك فاستغرب أبو مسلم الخولاني وقال ليش أنت تحطين سم لي أصل فقالت كنت أبغى رجل أصغر منك سنة فقلت إذا مت ممكن يبيعوني لرجل أصغر منك سنة ومو زاهد في الدنيا للدرجة دي فقال لها أنا ما كنت أكل إلين أقول بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه داء رب الأرض ورب السماء إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى أن القصة نالت على عجابك نشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا يلحد أنت الصافر كوتوب وليك السلام